ليس ببعيد عن نسقط رأس النظام وحاضنته الشعبية كانت جبال الساحل هنا في ريف اللاذقية وجهة للثائرين على النظام والهاربين من بطشه حيث شهدت هذه التلال الجبلية أعنف العمليات العسكرية والتي تحطمت عند صخورها أحلام روسيا وآمالها في الوصول إلى الطريق الدولي إنفور ومن ثم إسقاط ريف إدلب الغربي فكان انتقام روسيا كبيرا من أبناء قرى ريف اللاذقية عبر استهدافهم وممتلكاتهم بالدرجة الأولى ثم قتل كل أشكال الحياة هناك فكان لابد للأهالي من رحلة النزوح التي استمرت حتى اليوم رغم كل الهدن والاتفاقيات وتثبيت نقاط المراقبة التركية إلى جانب تسيير دوريات تركية روسية مشتركة وذلك بعد توقف العمليات العسكرية التي لم توقف مآسي الأهالي وتعيدهم إلى قرىهم وبلداتهم ولعل جبلي الأكراد والتركمان هنا في ريف اللاذقية الشمالي لا تختلف كثيرا عن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي حيث يتواجد الزميل أحمد أمين ويسرد لكم التفاصيل الميدانية هناك 11 عاما على الثورة السورية لم يتبق مكان إن كان مدينة أو شارعا أو حيا أو حتى جبلا إلا وتعرض لقصف قوات النظام وحرب النظام على شعبه انطلقت شرارة الثورة السورية في عام 2011 وشارك أهل الجبل بالمظاهرات السلمية والحراك الشعبي وكان من الجبل وتحديدا من قرية بلين أول ضابط انشق عن جيش النظام المقدم حسين هرموش والذي لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن بعد اعتقاله من قوات النظام ارتكبت قوات النظام عشرات المجازر بحق أهالي قرى وبلدات الجبل بدءا من عام 2011 من مجزرة وادي بدمايا أو وادي الموت وليس انتهاءا بمجازر الكراسنوبول الأخيرة وصلت قوات النظام إلى حدود جبل الزاوية بالحملة الأخيرة قبل ثلاثة أعوام ودخلت القوات التركية وانتشرت بالمنطقة بتلال ومواقع استراتيجية وجها لوجه مع قوات النظام يبقى قصف واستهداف النظام على المنطقة مستمرا دون توقف من أحد عشر عاما وحتى اليوم مع تغيير بنوع السلاح ودقته وقدرة أكبر على القرق يبقى القصف مستمرا على مناطق جبل الزاوية منذ أحد عشر عاما وحتى اليوم قصف على كل قرى وبلدات الجبل والسكان اليوم جلهم نازحون بمخيمات على الحدود السورية التركية ومع غياب الحلول السياسية واستمرار الحرب ودخول الثورة عامها الحادي عشر كانت المخيمات الحلقة الأضعف في هذا الصراع حملات النزوح التي ظهرت مع بداية الثورة والتهجير القسري في عام الفين وخمسة عشر ومع استمرار المعارك وسيطرة قوات النظام وروسيا على جنوب إدلب بداية عام الفين وعشرين جعلت أكثر من مليون شخص جديد في مواجهة حملات تهجير جديدة في مخيمات على الحدود السورية التركية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة أكثر من ألف واربعمائة مخيم في مناطق شمال غربي سوريا بينها أكثر من أربعمائة مخيم عشوائي وأكثر من مليون ونصف المليون مهجر ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سوى زاد من الأوضاع الكارثية التي يعيجها النازحون في المخيمات منذ أكثر من عشر سنوات بالإضافة إلى جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على قاطن الخيام لتتحول هذه التجمعات إلى بؤرة من الوباء لغياب التباعد الاجتماعي والاحتياجات الأساسية لمواجهة الفيروس ويرى ناشطون أن الحل الجذرية والوحيد لمأساة المهجرين في مخيمات الشمال السوري يكون بتوفير الأمان للعودة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي إبراهيم سويت تلفزيون سوريا ريف وإدلب الشمالي ترجمة نانسي قنقر